النهاردة كان موجود كابتل حسين لبيب في النادي ظهر في النادي لجراءات التسليم والتسلم الحقيقة والنادي الزبالك بيبدأ عهد جديد وشوفنا تصريحات المرح كان معانا كابتل حسين لبيب على الهوى في التصريحات ليه كانت متزنة جدا والحقيقة يعني التصريحات كلها إيجابية وكلها فيها يعني نوع من التفاؤل للمرحلة الجاية وتكلم حتى على علاقته بالأهل إنه لازم تبقى إيجابية وتكلم إنه فيه اللقاء حيجبع مع مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك قريب وتكلم على إنه إستد الزمالك لازم يبقى إستد حلم الزمورة يرجع لإسمه وحتى إسم النادي لازم يرجع لإسمه تاني نادي الزمالك للألعاب الرياضية في ميت عقبة وقال دي حاجات تاريخية ما ينفعش إنها تتغير وتكلم كمان على 6 أكتوبر إنه خلال 18 شهر بيوعد وتكلم على الاستقرار اللي حيبها في ريق القرى وتكلم عن أمور كثيرة جدا تدعو للتفاؤل فيعني خلينا ندعم المجلس ونشوف كيف ستكون الخطوات بتاعته وصبح احنا عارفين وقلت مبارح وبكرر النهاردة لازم تكون فيه خطوات إيجابية مع فريق القرى أولا لأن ده المراية اللي حتظهر إن هذا المجلس يعمل وبياخد خطوات سريعة ترفع على طول مسألة القيد المغلق تخلصها لازم تفتح القيد من جديد لازم يكون فيه صفقات في يناير مش لازم يكون فيه 300 صفقة لكن على الأقل 3-4 صفقات يساعدوا نادي الزمالك على استكمال الموسم بالشكل اللي يرضي جمهوره والتنافس اللي يرضي جمهوره لأنه كمان الزمالك عنده غير المسابقات المحلية عنده كونفدرالية والزمالك محتاج كمان يزهر على المستوى الإفريقي خصوصا بعد تصريح متسبي يوم الخميس اللي فاته والجمعة في تصريحاته الخاصة بنادي الزمالك لما قالك إن الزمالك حيشارك فيه بطولة دور الإفريقي اللي الأهلي بيشارك فيه دلوقتي اللي عنده فيه مطش بكرة مع سنبة قال إن الزمالك حيشارك في الموسم القادم في هذه البطولة كانادي لشعبيته ولتصنيف وكل الكلام ده وإن البطولة الموسم القادم هتبقى قوية هتبقى من 24 فريق فبالتالي الزمالك محتاج إنه يستكمل هذا الموسم بشكل قوي حتى على المستوى الإفريقي وبطولة الكونفيدرالية اللي معاه فيها مودر دي فيوتشر وده منافس مش سهل فالحقيقة كمان الزمالك محتاج يغلق البال في مسألة فتوح يعني لازم خلال أيام الزمالك يعلن تجديد التعاقد مع فتوح لأنه هو قوة ضاربة بالنسبة لنادي الزمالك وتشكيلة نادي الزمالك وإن كان الراجل المتحدث لفتوح اتكلم برضو كلام إيجابي النهاردة كان ليه تصريحات الحقيقة ظهرت وقال إنه فتوح يقترب من تجديد التعاقد مع نادي الزمالك وإنه أيضا يعني أنا هو عندي التصريح رغبة فتوح نواس مصامير صلاح وبتقال وكيل فتوح ما قريبه بقى وكيله ما عرفش بس قال إن رغبة فتوح هي البقاء في الزمالك اللعب لديه مستحقات قديمة يجب سددها في جلسة جماعتنا بكابتن حسين لبيب هو بيقول كده قبل الانتخابات يعني كابتن حسين لبيب قبل الانتخابات كان بيجهز بعض الأمور داخل النادي قبل الانتخابات بإسبوع وقال اتفقنا على بعض الأمور وكمان قال إنه الباب مغلق أمام انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي وإن تجديد اللعب مع نادي الزمالك بشكل رسمي ربما يتم في أول إسبوع من شهر ديسمبر المقبل هذا ملف لازم الزمالك يخلص منه لازم زيزه يستقر مع النادي لازم النجوم تستقر مع النادي لازم يكون فيه صفقات في يناير لازم كمان المستحقات اللعيبة اللي موجودة يخلص منها وأنا بقولش إنها تسدد كلها بس على الأقل يكون في مواعيد واضحة قدام اللعيبة حتى لو هتأخره بس تقوله في يناير هتاخد كذا في المية في براير هتاخد كذا في المية في مارس هتاخد كذا وهكذا عشان اللعيب حتى يعود إلي الاستقرار وشوفنا مجرد ما نجح مجلس وبه فيه مجلس مستقر منتخب شوفنا أداء اللعيب تزمالك في ماتش اسمه هتطور أكيد ما فيش عصايا سحرية بس هو الموضوع فيه نوع من الاستقرار النفسي وده بينعاكس طبعا على أداء اللعبين خصوصا للنجوم في الفرق الكبيرة داخل الملعب